صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور هان الملقي حيث أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام جلالة الملك في قصر الحسينية يعين مع السيد جمال أحمد مفلح السرائلة نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة يعين مع الدكتور جعفر عبد الفتاح حسان نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة يعين مع السيد علي الظاهر حسن الغزاوي وزيرا للمياه ورئي أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة يعين مع السيد سمير سعيد عبد المعطي مراد وزيرا للعمل أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة يعين مع السيد نايف حميدي محمد الفائز وزيراً للبيئة أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة يعين مع السيد بشير علي خلف الرواشدة وزيراً للشباب أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة يعين مع السيد سمير إبراهيم المبيدين وزيراً للداخلية أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة يعين مع الدكتور عبد الناصر موسى أبو البصل وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة ويعين معالي الدكتور أحمد علي خليف العويدي وزير دولة للشؤون القانونية أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قبول استقالة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري غالب الزعبي وزير الداخلية علي لغزاوي وزير العمل الدكتور ياسين الخياط وزير البيئة الدكتور وائل عربيات وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور بشر الخصونة وزير دولة للشؤون القانونية حديثة لخرشة وزير الشباب وسيكون التعديل الحكومي محور حلقة الليلة من نبض البلد التي تأتيكم بعد نشرة الأخبار مباشرة هذا وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي السيد منار منذر الدباس مستشارا لجلالة الملك مديرا لمكتب جلالته اعتبارا من تاريخ اليوم كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي الدكتور محمود العسعس مستشارا لجلالة الملك للشؤون الاقتصادية وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين اللواء فاضل محمد لحمود مديرا للأمن العام ترأس جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية اجتماعا لمتابعة خطط وبرانش أمانة عمان الكبرى في قطاعات الاستثمار والنقل العام والخدمات الإلكترونية وبيئة الأعمال جلالته خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء أكد أهمية أن ترتقي البرامج والخطط التنموية لأمانة عمان الكبرى بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين وصولا إلى مستقبل أفضل ومستدام لمدينة عمان وشدد جلالته على أهمية إدامة التنصيق بين أمانة عمان الكبرى والمؤسسات الحكومية وتوسيع التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وحول قطاع النقل العام لفت جلالة الملك إلى ضرورة النهوض بواقع هذا القطاع لما له من انعكاسات إيجابية على تحفيز النمو الاقتصادي مشيرا جلالته إلى ضرورة أن تقدم مدينة عمان منظومة نموذجية لخدمات النقل المتكاملة ليتم تعميمها لاحقا على محافظات المملكة وفي هذا الصدد أكد جلالته أن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص هي مفتاح نجاح للمشاريع التنموية مشددا على أهمية توجيه النشاط الاستثماري على هذا الأساس على أن تكون الأولوية لتنمية مناطق شرق عمان هذا ويبدأ جلالة الملك بعد غد الثلاثاء زيارة رسمية إلى جمهورية الهند يلتقي خلالها الرئيس الهندي ورئيس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين وستركز اللقاءات التي سيجريها جلالة الملك في العاصمة نيو ديلهي على سبل تعزيز العلاقات بين الأردن والهند في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إضافة إلى التطورات الراهنة إقليميا ودوليا كما يشارك جلالته خلال الزيارة في جلسة بعنوان التراث الإسلامي تعزيز الوئام والتعايش حيث سيلقي جلالته كلمة في الجلسة كما يحضر جلالة الملك عبد الله الثاني منتدى الأعمال الأردني الهندي الذي يعقد بمشاركة رجال أعمال ومستثمرين وممثلي شركات من كلا البلدين انضمت جلالة الملك رانيال عبد الله اليوم إلى فعاليات اليوم المفتوح الذي نظمته الجمعية الملكية للتوعية الصحية لبناء قدرات العاملين في المدارس المعتمدة صحيا في برنامج الاعتماد الوطني للمدارس الصحية لعام 2016-2017 وذلك بحضور وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية للتوعية الصحية وشخصيات تربوية وإعلامية وقد اطلعت جلالتها على فعاليات اليوم المفتوح التي تضمنت تكريما للمدارس المعتمدة صحيا وعقد أورش تدريبية وحلقات عمل متزامنة لبناء قدرات 375 مديرا ومعلم صحة حيث تم تزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير قدراتهم لضمان بيئة صحية في مدارسهم تنعكس إيجابا على نمو الطلبة وتعلمهم وأجرى تكريم المدارس الحاصلة على الاعتماد الصحي لعام 2016-2017 والبالغ عددها 108 مدارس اعتمدت منها 17 مدرسة على المستوى الذهبي و30 مدرسة على المستوى الفضي و61 على المستوى البرونزي كما تم منح ثماني مدارس لقب مدرسة ذات كفاءة صحية مؤهلة للاشتراك في البرنامج العام القادم ضمن المستويين الذهبي والفضي عقد مجلس النواب جلسة رقابية مساء اليوم لم تغب عنها أجواء التعديل الوزاري حيث احتج نواب على عدم تمثيل مناطقهم في الحكومة بعد التعديل الوزاري داعين إلى اجتماعات احتجاجية طارئة في مناطقهم انتقادات نيابية أخرى طالت قانون منح الجنسية للمستثمرين الأجانب الصادر مؤخرا حيث وصفه نواب بالقانون المشين فيما طالب آخرون باستثناء المستثمرين اليهود من المشمولين بأحكامه وفي سياق آخر طالب نواب رئاسة المجلس بإصدار بيان باسمهم يدين ما وصفوه بالجرائم المرتكبة بحق أهالي مدينة الغوطة الشرقية في ريف دمشق كما وقع خمسة وخمسون نائبا على مذكرة نيابية تطالب بإصدار بيان يدين مجازر النظام السوري بحسب المذكرة وخلال الجلسة جدد عدد من النواب مطالباتهم بإصدار قانون عفو عام استمعت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية إلى أبرز الملاحظات والمقترحات المقدمة حول قانون الأحوال الشخصية المؤقت لسنة 2010 حيث قدمت الأمينة العامة للجنة شؤون قضايا المرأة الدكتور سلمان نمس عددا من المقترحات والتوصيات على مواد القانون اللجنة أكدت أن جميع المقترحات والملاحظات حول هذا القانون ستكون محطة اهتمام وستتم دراستها بشكل مفصل خلال مناقشة القانون وقد أكد رئيس اللجنة القانونية أن الاجتماعات والمشاورات ستستمر مع جميع المعنيين في المؤسسات الحكومية والأهلية بخصوص القانون الذي أثار جدلا واسعا في المجتمع مؤكدا أن التعديلات التي ستجرى عليه لن تتجاوز أحكام الشريعة الإسلامية وفي اجتماع آخر أقرت لجنة الصحة والبيئة النيابية عددا من مواد مشروع قانون المسئولية الطبية والصحية لسنة 2016 رئيس اللجنة قال إنه تم إجراء التعديلات اللازمة ومراعاة مصلحة مقدم الخدمة ومتلقيها مؤكدا أن مشروع القانون يواكب التطورات ذات العلاقة بالمسئولية الطبية والصحية ويحافظ على حقوق الطبيب والمريض على حد سواء استانف المزارعون اعتصامهم المفتوح أمام مجلس النواب اليوم احتجاجا على قرار رفع الضريبة على القطاع الزراعي بعد تعليقه قبل أيام عقب لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي حيث علقت شركات زراعية دوامها اليوم للمشاركة في الاعتصام المفتوح وآيات استئناف الاعتصام بعد فشل الجهود لحل قضية رفع الضريبة بحسب اللجنة المنظمة التي أوضحت أنه منذ تعليق الاعتصام الأول وهي تسعى يوميا إلى حل موضوع الضريبة مع المسئولين الذين قالت إنهم أخلفوا وعودهم التي تضمنها بيان صدر يوم الاثنين الماضي في أعقاب اجتماع مع مجلس الوزراء واتهمت اللجنة الحكومة بعدم الجدية في حل مشاكل المزارعين مؤكدة التمسك بالاعتصام المفتوح إلى حين إلغاء الضرائب المفروضة على القطاع الزراعي وعدنا بأن يكون هناك بيان عن المنتج الزراعي وعفاءه من الضريبة أو إرجاعه إلى قبل ما كان ما يصدر القرار يوم اثنين ما صدر أي بيان وعدنا أيضا أنه يبحث الموضوع مع صندوق النقد الدولي بشأن العشرة في المئة المفروضة على مدخلات الانتاج وهاي برضو كانت الحقيقة يعني أعطتنا انطباع أنه ما في جدية عند الحكومة في حل هذا الموضوع هذه ضريبة ما بعرف في النهاية هذه ضريبة ظالمة وضعت بطريقة غير مدروسة والرجوع عن الخطأ فضيلة يعني في النهاية يعني لازم يعرفوا الحكومة أنه هذا خطأ وخطأ فادح وبأدي إلى نتائج كارثية على أمن البلد الغذائي وعلى المواطن أدانت الحكومة إجراءات الاحتلال الأخيرة ضد كناعس القدس وممتلكاتها حيث أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة رفض الأردن المطلق للإجراءات الممنهجة التي يقوم بها الاحتلال لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية واتخاذ خطوات لتصعيد التضييق على الكنائس المسيحية في القدس وكانت كنيسة القيامة أغلقت في مدينة القدس المحتلة اليوم احتجاجا على إجراءات بلدية الاحتلال فرضى ضرائب على العقارات التابعة للكنيسة في خطوة يسعى الاحتلال من خلالها إلى تصفية الوجود المسيحي في المدينة المقدسة التفاصيل في هذا التقرير بعد أن انتهكوا حرمة المقدسات الإسلامية جاء دور كنائس القدس لأول مرة منذ احتلال القدس عام 67 ارتأى بطارقة ورؤساء كنائس القدس إغلاق أبواب كنيسة القيامة حتى إشعار آخر وذلك ردا على التصعيد الاحتلالي الجديد بحق المقدسات المسيحية في القدس بفرض الضرائب عليها نهيك عن تجميدها لحسابات عدد من الكنائس التي امتنعت عن دفع هذه الضرائب على اعتبار أن ملكية الكنائس وقفية لا يفرض عليها أي التزامات مالية إن بارح كان فيه اجتماع لرؤساء الكنائس وأطلعوا قرار أنه اليوم الساعة 12 الاجتماعي يكون بعد انتهاء الصلوات صلوات يومت الأحد في باحة كنيسة القيامة لكراءة قرار الطوائف الثلاثة طبعا البطرييرك ثيفولوس بطرييرك الروم الأرثوذوكس اليوم الساعة 12 قرأ البيان بيان الطوائف الثلاثة والبيان كان مع الأسف الشديد هو إغلاق كنيسة القيامة لأجل غير مسمى لم يكن الاستهداف الأول فقد عمد الاحتلال على تمرير قوانين تبيح حرية التصرف بأملاك الكنائس والعقارات التابعة لها رغم وجود اتفاقيات تنص على عدم المساس بالوضع القائم للأماكن المقدسة والتي تضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها الصار اليوم هو قرار من قبل جميع الكنائس بإغلاق كنيسة القيامة احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية بحق كنائس القدس وخاصة بطرقية الروم الأرثوذوكس حيث أن حكومة الاحتلال فرضت ضرائب على الكنائس بمبالغ تزيد عن 190 مليون دولار بأثر رجعي لضرائب أملاك بخطوة مسبوقة ومخالفة للوضع القائم هناك قانون سيناقش في الكنيسة ربما اليوم يسهل عملية مصادرة جميع الأراضي والعقارات للكنائس 887 عقاراً مسيحياً يتبعوا للكنيسة تفرض سلطات الاحتلال عليها مبالغ طائلة تقدر بـ 190 مليون دولار تمهيداً لاعتمادها ديوناً مستحقة تدفع سنوياً صرخة أطلقتها الكنائس في القدس تناشد بها الفاتيكان ودول العالم للتدخل السريع وحماية الوجود العربي المسيحي في القدس قبل فوات الأوان من القدس المحتلة زين صندوق رؤيا رحب الأردن بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإناطة مسؤولية تقديم المساعدات إلى مخيم الركبان قرب الحدود الشمالية بالدولة السورية معتبراً هذا القرار متفقاً وموقف الأردن الذي يعتبر أن مسؤولية تقديم المساعدات للنازحين في المخيم هي مسؤولية سوريا والمجتمع الدولي وكان المجلس أعرب في قراره الذي حمل الرقم 2401 عن قلقه إزاء الحالة الإنسانية للنازحين السوريين في مخيم الركبان مشدداً على ضرورة ضمان وصول المساعدات من سوريا إلى المخيم وكذلك الحاجة إلى حل دائم لأحوال نازحيه بعد أكثر من 15 يوماً من المفاوضات للحصول على موافقة روسيا حليفة دمشق تبنى مجلس الأمن قراراً حول سوريا طالب فيه جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوماً في عموم البلاد بما فيها الغطة الشرقية وذلك لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق الأمين العام للأمم المتحدة رحب بهذا القرار وشدد على ضرورة تنفيذه بشكل فوري ويطالب النص الذي عدل عدة مرات كل الأطراف بوقف الأعمال الحربية في أسرع وقت لمدة 30 يوماً متتالية من أجل هدنة إنسانية دائمة وذلك بهدف إفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية بشكل منظم وإجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة يبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند أثنين من جدول الأعمال القرار الدولي يشمل استثناءات من وقف إطلاق النار للمعارك ضد عصابة داعش الإرهابية والقاعدة وبطلب من موسكو تشمل أيضاً أفراداً ومجموعات وكيانات ومتعاونين مع القاعدة وداعش وكذلك مجموعات إرهابية أخرى محددة من قبل مجلس الأمن الدولي ترحيب من قبل الغرب بهذا القرار الذي صدر أخيراً وحراك دبلوماسي لضمان تطبيقه من قبل قادة أوروبي حيث يجري الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي للحظ على تنفيذ القرار ووضع خريطة الطريق السياسية المطلوبة لتحقيق سلام دائم في سوريا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات بشأن خلاف نشب بين نائب ومواطن على خلفية الاستفاف أمام محليهما في عمان رؤية تابعة القضية موضع الخلاف مع الطرفين وعادت بهذا التقرير ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين عن خلاف بين عضو مجلس النواب عدنان أبو ركبة والمواطن يوسف الجعار حول آلية استفاف روادي محليهما يوسف الجعار صاحب متجر الزهور في منطقة خلدة ونتيجة اختلاف وجهات النظر حول قانونية الاستفاف على جانب الطريق تقدم بشكوى للجهات المعنية احنا مرخصين من أمانة عمان الكبرى كمان مرخصين مواقف لزبايننا وندفع عليها سنويا مبلغ وقدره عشان نأمن موقف آمن لزبوننا يشتري بضاعة ويحمل لانه انت تعرف انت زريعة بدها تحميل وبدها وقفة طويل شوية فاحنا لما نوقف السيارات بالشكل هذا الزبون المشاه بالعافية تا يقدر يفوت كيف السيارة بدها توقف وقف آمن ومسكر الآن مسرب من الشارع النائب عدنان أبو ركبة أكد أنه تفاجأ بما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الموضوع مؤكدا التزامه الكامل بالمخططات الهندسية لنظام الأبنية الصادر عن أمانة عمان المتضمن توفير مواقف للمركبات بحجم أكبر من المطلوب للمنشأة فيه عندنا باركينج خارج وباركينج داخلي يعني خلال جولتك مع القانون وأنا تحت القانون وأنا ما عندي سلطة اللي أستعملها لا مع صاحب مشتل أو مع غير صاحب مشتل وأنا ما التجأت لأي مسؤول اللي أشكيله من صاحب المشتل صاحب المشتل بحكي فيه مشكلة المشكلة أنت شفتها فأنا حاب أسمع منك شو المشكلة اللي شفتها مصدر في أمانة عمان أكد لرؤيا أنه لا خلاف قانونيا حول الأرصفة وأنها ليست ملكا لأحد وغير وارد تضمينها ولم يتم تأجيرها بالمطلق وهي للاستخدام العام حسب القوانين والأنظمة وأضاف ذات المصدر أن القانون يمنع استغلالها من قبل أصحاب المنشآت المحاذية وعلى كل صاحب منشآت توفير مصفات خاصة لتلبية احتياجاته أعلنت اليوم إلكترونيا نتائج القبول الموحد للدورة الشتوية 2018 في الجامعات الرسمية عبر موقع وزارة التعليم العالي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وفيما يتعلق بالطلبات الذين لم يقبلوا في أي تخصص في الجامعات الأردنية الرسمية بسبب طبيعة اختياراتهم في طلبات الالتحاق في أتئساءة الاختيار والحاصلين على معدل 65% فما فوق فستقوم وحدة تنصيق القبول الموحد بقبول هؤلاء الطلبة شريطة أن يحقق الطالب الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة الشتوية الحالية ووفقا للشواغر المتاحة في الجامعات والتخصصات وسيتم إعلان أسماء الطلبة والجامعة وطبيعة التخصص الذي تم ترشيحهم للقبول فيه احتفلت جامعة اليارموك في كلية الإعلام باليوم العالمي للإذاعة تحت شعار الإذاعة والرياضة وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومكتب اليونسكو في الأردن وبرعاية مدير عام وكالة الأنباء الأردنية مندوبا عن وزير الدولة لشؤون الإعلام وضمن فعاليات الحفل عقدت جلسة نقاشية تناولت التغطية الإعلامية للأحداث الرياضية والمساواة بين الجنسين مدير عام وكالة الأنباء الأردنية أشاد في كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات الحفل بالدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي واليونسكو لجامعة اليارموك بشكل عام ولكلية الإعلام فيها بشكل خاص بما ينعكس على مهارات وقدرات خرجيها من محتوى متنوع في مختلف المجالات والقضايا التي تهم أفراد المجتمع أما القائم بأعمال رئيس جامعة اليارموك فأشار إلى أن الإعلام اليوم لا يقتصر على الصحف وشاشات التلفزة لافتا إلى أن التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي وفرت مناخا يتسع لكل العاملين في حقول الكتابة والإعلام الجديد ليكونوا إعلاميين بدرجات تأثير متفاوتة وفقا لأساليب الطرح والقدرة على الإقناع هي مناسبة حقيقة أهميتها أنها في جامعة اليارموك أولا جامعة عريقة وجامعة فيها الكلية الصحافة الأولى في الأردن ثانيا المبادرة من اليونسكو والاتحاد الأوروبي في دعم مثل هذه المشاريع أساسية في عصر الإعلام أمام امتحان عسير بسبب تنافسية غير المتكافئة بين وسائل الإعلام من جهة ووسائل التواصل الاجتماعي من جهة ثانية حرب الإعلامية اليوم أصبحت هي مدار البحث وعلى الساحة وبالتالي نريد أن نتميز بهذا المجال بالذات نريد أن نقدم خدمة لمجتمعنا ولبلدنا من خلال تخريج مزيد من الكوادر الإعلامية المدربة والمؤهلة والتي تراعي الأصول وتراعي المعايير العالمية في موضوع تعاطي الإعلامي هنا جاءت أهمية إنجاد محطة إذاعية تدريبية لطلبة كلية الإعلام في جهة يرموك والتي مضى على تأسيسها 11 عاما هذه اللذاعة الفتية نحتفل اليوم بمرور 11 عام وبمناسبة اليوم العالمي للذاعة نحتفل في اليرموك وفي كلية الإعلام بهذه المناسبة الطيبة لنشدد على أهمية اللذاعة في جولتنا حول العالم العديد من الأخبار العالمية منها القضاء العراقي يحكم بإعدام 15 امرأة بتهمة الانتماء لعصابة داعش الإرهابية وكوريا الشمالية تعتبر العقوبات الأمريكية الأخيرة عملا حربيا قضت محكمة عراقية بالإعدام بحق 15 امرأة بتهمة الانتماء لعصابة داعش الإرهابية فيما أكد مسؤول عراقي أن المحكومة عليهن من تركيا تواصلت المعارك العنيفة بين قوات الجيش اليمني ومسلحي الحوثي في محافظة الجوف وتحديدا في مديرية المصلوب شمال شرق يمن اعتبرت كوريا الشمالية العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة عليها عملا حربيا حيث كان قد أعلن الرئيس الأمريكي عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية هي الأقصى على الإطلاق التي تفرض على دولة نشر ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي وثيقة تضحض ما جاء في مذكرة نشرها برلمانيون جمهوريون من اتهام لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالانحياز واستغلال السلطة في تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة قالت وكالة الأنباء الصينية أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اقترحت بإزالة قيد يقضي بألا يمكث الرئيس ونائبه في الحكم لأكثر من فترتين متتاليتين أوقفت السلطات أربعة من عناصر الشرطة المكسيكية بتهمة التسبب في اختفاء ثلاثة إيطاليين في ولاية ياليسكو غرب البلاد كما أعلنت النيابة العامة المحلية ونختتم جولتنا حول العالم بمقطع مصور من ولاية أوكلهوم الأمريكية يظهر سيدة أمريكية وابنتها تطلقان النار على لس حاول أن يسرق متجرهما عبر التهديد ويظهر المقطع عملية صراع بين اللص والسيدتين التين تمكنتا من ردعه وإصابته بعدة عيارات نارية ونبقى في أجواء الرياضة وتحديدا مع مارسون الرياض الدولي الذي يعد أول سباق من هذا النوع في السعودية حيث شارك فيه نحو 30 ألف متسابق من المحترفين الأجانب والمواطنين والمقيمين إلى التفاصيل توج العداء الإثيوبي تاميرا مولا بلقب سباق ماراثون الرياض الدولي بعدما أحرز المركز الأول في سباق المحترفين لمسافة 21 كم خلال الماراثون الذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض فيما فاز المتسابق السعودي عبدالل الجود بالمركز الأول في نفس المسافة على مستوى المشتركين من المواطنين تقريبا قبل سنتين نحن سوينا ماراثون نسائي في جامعة الأميرة نورا برعاية مركز إفادة للرعاية النهرية متلازمة داون والحمد لله لقى استحسان جدا كبير شارك فيه 1500 سيدة لكنه كان برايفت ما فيه إعلاميين وشيء زي كذا والحمد لله نجح نجاح باهر نتمنى أنه يكون فيه ماراثون عالمي نسائي بإذن الله في المملكة العربية السعودية فعاليات ماراثون الرياض الدولي انطلقت بمشاركة نحو 30 ألف متصابق من المحترفين الأجانب والمواطنين والمقيمين وبدأت وانتهت في جامعة الملك سعود بالرياض كما شملت ثلاث فئات وهي فئة العدائين الدوليين وفئة العدائين السعوديين وأخيرا فئة شملت سباقات لفئات عمرية مختلفة جدا فخورا أن إيرتريا مشترك في هذا الماراثون ومرة مرة فرحاني لأي درجة الأكسايتمنت حقتي مقادرة أوصفة لأنه أول إيرتريا قاعد يجي الحين وأنا متحمسة أني أشجع شيء شرف وشيء مبسوطي مننا وحتى المشاركين مبسوطين جدا وودنا أن يتكرر أكثر من مرة وإن شاء الله القادم برضو إن شاء الله أفضل بإذن الله فظل التطور والإيصائر حاليا والرؤية 20-30 المنظمون أعربوا عن سعادتهم بهذا التجمع العالمي الذي استضافته السعودية لأول مرة وحقق صدى كبيرا وسط أجواء كرنفالية وحضور ومشاركة لافتة في زاويتنا الأخيرة نتوقف مع هذه المشاهد واللقطات من الأسبوع الثالث لكرنفال العقبة السياحي اشتركوا في القناة